أعلنت شركة بيترول أبوظبي الوطنية أدنوك وشركة بي بي اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك في مصر يركز بشكل أولي على تطوير أصول للغاز وتتوزع ملكية المشروع المشترك الذي من المتوقع أن يكتمل خلال النصف الثاني من عام 2024 بواقع 51% لشركة بي بي وتسعة وأربعين بالمئة لشركة أدنوك وتساهم بي بي في المشروع الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر بينما ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من امتياز الشروق وشمال دمياط وشمال البرج بالإضافة إلى استكشاف مناطق أخرى بمصر وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات الجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط دولات بلغت نحو 5 مليارات و300 مليون جنيه وربح رأس المال السقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 32 مليار جنيه وإلى مؤشرات البورصة حيث ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 95 من 100% ليغلق عند مستوى 28.874 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.5 من 100% ليغلق عند مستوى 7.140 نقطة صغد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.96 من 100% ليغلق عند مستوى 10.018 نقطة في أسواق البيترول العالمية ارتفع تصار النفط خلال التعاملات في حين أن السحب من المغزون الصيني والمغزون الأمريكي يمنع أسعار النفط من الارتفاع بشكل ملحوظ ارتفعت العقود الأجلة لخامبرينت بنسبة 46 من 100% لتبلغ نحو 83 دولار و18 سنت للبرميل كذلك ارتفعت العقود الأجلة للخامل الأمريكي بنسبة 49 من 100% لتبلغ نحو 78 دولار و30 سنت للبرميل كما ترجعت أسعار المزوط على مين بنسبة 25 من 100% لتصل إلى 2.88 سنت للتر في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7 من 100% لتسجل نحو دولار و65 سنت لكل مليون واحدة حرارية بريطانية أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن الاتفاق بالشأن تحويل جزء من أموال المقاصة مازال عالقا بسبب خلافات حد حول بعض التفاصيل وحذر بشارة من أنه على الفلسطينيين التعايش مع 20 أو 30% من الدخل فقط إلى حين تجاوز الأزمة مضيفا أن الإدارة الأمريكية تبدل جهودا لتنفيذ الاتفاق لكن هناك فجوة كبيرة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي هذا وشدد بشارة على أن السلطة الوطنية لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن التزامتها تجاه قطاع غزة وأنها ستستمر في دفع هذه الالتزامات ترجمة نانسي قنقر